يعد مركز الرعاية الصحية في بلدة تفتناز من أوائل المراكز وأنشطها في الشمال المحرر حيث يقدم خدماته لعدة قرى على خطوط الرباط لماذا انقطع الدعم عنه مؤخرا حتى أصبح مهددا بالإغلاق ولماذا قل الاهتمام بهذه المراكز بشكل عام كل هذا وأكثر نناقشه مع ضيفنا في الستوديو الدكتور محمد مستت مدير مديرية الرعاية الأولية حياك الله دكتور حياك الله ستاة الصالح حياك الله راديو الثورة على هذه الاستضافة وحيا الله المشاهدين الكرام دكتور بداية نتحدث بشكل عام عن المراكز الصحية في الشمال المحرر مراكز الرعاية الصحية بالعمو ما هي الخدمات التي تقدمها هذه المراكز وما هو محور عملها بشكل عام في الشمال المحرر بداية لابد من توضيح بسيط تعتبر الرعاية الأولية هي المدخل الأساسي للخدمات الطبية للمستشفيات كرعاية ثانوية أو ثالثية أو رابعية لذلك هي تعتبر خط الدفاع الأول للمجتمع من ناحية الصحية وتختلف خدمات الرعاية الأولية بحسب مستوياتها فهناك مراكز رعاية أولية مستوى ثاني ومستوى ثالث ومستوى رابع وخدمات رعاية أولية شاملة ولكن نحن في مناطقنا أغلب المراكز الرعاية الأولية فهي بين المستوى الثاني ومستوى الرعاية الأولية الثالثية فكما ذكرت لك تختلف الخدمات بناء على المستوى فهناك لدينا مراكز تقدم فقط الخدمات السعافية وهذه المراكز أو نقاط طبية أكثر انتشارة هي المناطق القريبة من خط التماس وأواقع أو النسبة العظمى من المراكز الرعاية الصحية الأولية تكون هي الرعاية الثالثية وتقتصر أو ممكن أن نقتصر خدماتها بخدماتها في خدمات العيادة العامة خدمات عيادة الأطفال خدمات المخبر الصيدلية المجانية حديثنا الآن في حلقتنا عن نقطة رعاية صحية موجودة في منطقة خط رباط تمام؟ والتي هي مركز الرعاية الصحية في مدينة التفتناز أو بلد التفتناز هذا المركز كان من أوائل المراكز التي أنشئت في الشمال المحرر عموما كانت له دعم كبير وله أيضا كثير من الخدمات التي قدمها للقرى المجاورة أيضا وليس فقط لتفتناز الآن المركز مهدد بالإغلاق ما هو سبب ذلك الأمر؟ بداية لابد من توضيح أكبر أو أكثر سابقا كانت المساحة الجغرافية للمناطق المحررة أكبر فكانت تنتشر المراكز بشكل أكبر والدعم أكبر وعندما تضاءلت مساحة المناطق المحررة عزفت المنظمات عن المناطق القريبة من خطوط الرباط كجبل الزاوية والغاب وريف جسر الشغور ومنها الريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي كتفتناز وغيرها الفترة التي كان فيها المركز تفتناز مزدهر كانت هي في فترة اتساع المناطق المحررة تأثرت دعم على مركز تفتناز من خلال المنظمات أو توقفت دعم المنظمات عن مركز تفتناز بعد تقلص مساحة المناطق المحررة وأصبح التفتنازية تعتبر خطوط رباط وللأسف تعزف المنظمات عن مثل هذه المناطق بحجة أن هذه منطقة خطر منطقة خطنار طيب دكتور معناها هاي المراكز حاليا تحت مسؤوليتكم انتم تماما فقامت وزارة الصحة وبذلت الكثير من الجهود بتغطية مثل هذه المراكز فتم افتتاح ثلاث مراكز ودعم ثلاث مراكز بداية في جبل الزاوية مثل مركز مرايان ومركز معراتة سابقا ومركز بزابور ثم وسعت وزارة الصحة هذه الدائرة زالت عدد المراكز في جبل الزاوية وصلت إلى خمسة مراكز دعمت وزارة الصحة ومركز تفتنات بعد ما تقريبا توقف عنه الدعم أكثر من سنة ونصف أكثر من سنتين أكثر من سنتين توقف الدعم دكتور معلش من ناحية توقف الدعم عن هذا المركز العاملين في المركز تطوعوا لأكثر من سنتين تطوع عمل مجاني عموما لخدمة البلد في أثناء الحملة وما بعدها ولكن الآن أنتم مشكورين تقدمتم للمركز واحتضنتموه ووضعتم رواتب أو بالأحرار لنقول منح شهرية قليلة نوعا ما ولكن وضعتموها في ذلك الحين الآن منذ أربع أشهر أنتم قطعتم هذه الرواتب أو وقفتموها بشكل كامل يعني الكلام صار له أربعة أشهر فيعني الآن المركز مهدد بالإغلاق تماما السبب بداية كمان لابد من توضيح تم افتتاح المركز في الشهر السابع 2022 المركز كان الفترة التي توقف فيها الدعم لن يكن به إلا خدمة واحدة وهي خدمة الإسعاف فقط وكان يوجد كادر صغير مشكورين تقبل الله منهم ثباتهم في المنطقة وعونهم للأهالي أثناء الحاجة لما قمنا بتفعيل المركز فعلنا عدة خدمات في المركز فعلنا خدمة العيادة العامة فعلنا خدمة الصيدلية وفعلنا خدمة العيادة السنية مع خدمة الإسعاف وبعدها تم توسعة المركز تم إضافة مخبر للمركز تم إضافة خدمة العلاج الفيزيائي للمركز تم إضافة عيادة سنية أخرى من أجل تخصيص عيادة سنية للمراجعين الرجال وعيادة سنية للمراجعين الإناب فيما يخص الموضوع ذكرت حضرتك أنه موضوع المنح والرواتب الأصل هو أنه عندما افتتحنا المركز بدأنا بمشروع بديل لوزارة الصحة نحن الآن واقعنا الفئة الكبيرة التي تقوم على عاتقها دعم الخدمات الطبية المنظمات وموضوع المنظمات الإنسانية هي موضوع مؤقت في أي لحظة ممكن يزول هذا الدعم وتصبح هذه المراكز المنتشرة التي تقدم الخدمات بشكل مجاني تمام هي متوقفة بشكل كامل ولن تجد خدمات أصلاً طبية أو صحية هذا المركز الآن هو مركز عند نقطة رباط يعني يخدم أربع قرى والقرى الأربعة التي يخدمها هذا المركز هي على نقطة رباط هناك ممكن إصابات هناك ممكن قصف ممكن كذا فهذا المركز يجب أن يبقى التفاعل فيه موجود يعني أن يبقى لهذا المركز مدعوم من قبلكم وخاصة هذه المراكز هناك مراكز أخرى معالج دكتور أنت تقول أنكم وضعتم في جبل الزاوية عدة مراكز الآن عندك مركز بزابور ومركز أوريم الجوز ومركز بليون الآن أيضاً مهدد بالتوقف الآن أخي كريم بما يخص مركز تفتناز مركز تفتناز كان لوزارة الصحة رؤية جديدة هي إيجاد نظام صحي بديل عن النظام الصحي المجاني كامل وهذا النظام هو عبارة عن نظام يتحمل أعبائه الجهات الثلاثة الجهة الحكومية والكادر الطبي والمستفيد فتقسم عبء الخدمي على الثلاثة هذه الجهات الموجودة ضمن المجتمع وانطلقنا على هذا الأساس في مركز تفتناز فيعتبر أصلاً بالأصل دوام الكوادر هو دوام أن تعتبر كوادر تطوعية تقوم الوزارة بتأمين مكافآت ومنح وحوافز هل هذا يكفي؟ لهؤلاء لهذه المرحلة نحن الآن أنت تتكلم بأن أنت أي مشروع هو عبارة إيش مشروع يحتاج إلى مراحل يعني أنت لا يمكن أن تبدأ مشروع وتنجزه بمرحلة واحدة نحن مركز تفتناز هو عبارة عن عدة مراحل فالمرحل الأولى وهو يعتبر صراحة هو التجربة التي تينبسق منها هذا النموذ الجديد فيما يخص القطاع الطبي الذي يقدم الخدمات الخيرية بأسعار رمزية وخدمات مجانية فيما يخص مركز تفتناز أنه سينقطع عنه الدعم أو سيغلق المركز فهو لن يغلق المركز والمركز مستمر إذا لم تكن رواتب سيغلق والمركز مستمر والخير كبير في كوادرنا وبالنسبة لوزارة الصحة هي ما زالت تعمل على موضوع زيادة نسبة هذه الحوافز والمكافئات لدعم وتثبيت الكوادر العاملة ضمن المركز تفتناز وغيره من المراكز وذكرت حضرتك فيما يخص مركز بليون ومركز بزابور أنه سيتوقف سيغلق المركز في الصراحة هذه معلومة لديك غير دقيقة مركز بزابور المركز مستمر وقفت الغواتب دكتور ولم يتوقف أي راتب مركز أوريم الجوز مركز بليون مئة بالمئة أوقف الراتب من حوالي شهر ونصف مركز بليون هو عبارة عن نقطة طبية هو مركز؟ نقطة طبية فيه نقطة إسعافية ورتبنا مع فريق لقاح بشكل يكون مركز ثابت للقاح بالإضافة يأتي إليه يومين في الأسبوع طبيب زائر عبارة عن أيادة متنقلة بتخديم أهل المنطقة ومركز بليون هو قريب من مركز بلين المدعوم من قبل وزارة الصحة ومن الناحية الجغرافية فبلين تخدم بليون ولكن كلنا يعلم موضوع صعوبة التنقل في منطقة جبل الزاوية فتعتبر بليون هي نقطة متقدمة لبلين وفيما يخص مركز أوريم الجوز مركز أوريم الجوز انتهت منحة المركز في هذا الشهر ونحن نعمل على الترتيب مع المنظمة الدائمة لتجديد هذه المنحة واستمرار الدائمة طيب دكتور الآن ننتقل إلى استطلاع الزملاء في قرية تفتناز بالنسبة لموضوع مركز الرعاية في تفتناز المركز يعني بقدم خدمات كتير إلى أهل البلد طبعاً مو بس لأهل البلد يعني بقدم القرى المجاورة إلى طبعاً نحن منطقة منطقة يعني خط جبهة ويعني دائماً وأبداً لا سمح الله نوزع وقعي قذيفي وقعي كذا يعني فيه تخديم كبير لازم يكون مين بدي يسعفون مين بدي يداويلون يقدمون أسعفات الأولية يعني المركز له أهمية كبيرة بالنسبة لبلدة تفتناز ونحن منتمنى منكم ومن الجهات المسؤولة أنه زيدونا الدعم إليه وتتركونا يا بها البلدي لأنه هو بيخدم أكبر عدد ممكن من الناس نحن عم نسمع أنه فيه أنه عم يقولوا أنه المركز بدي يغلق أنه بنا فيه دعم بقى منتمنى من المنظمات منتمنى من الجهات المسؤولة عن هالموضوع دعم هالمركز لأنه يعني شريان الحياة لهذا الضيعة يعني نحن منتمنى أنه دائماً لا سمح الله يصير مثلاً عندنا يعني واحد بده إسعاف ما في حدا يشيله ما في حدا مساء يسعفه بده يروح يعني ضربي أو قذيفي أو كذا نزلت لها البلد يعني بده حدا يسعفه بده حدا كذا يقدم له خدمات صحية الرعاية ما شاء الله تبارك الله الله يزيون الخير والله الحمد لله يعني ما عبي أسره طاول ولا واحد فلمي الحمد لله يعني الحمد لله كل شي موجود أش من هاي الحمد لله طلبتهم على السريب يلبوك في كلام عن احتمالية إيقاف الدعم عن المركز شو الحل برأيك؟ والله الحال يعني ما برأيك ديئلك يعني بس يعني والله يعني نرجو إن شاء الله إنه حدا يتمم إنه يدعمون كذا هاي الكام من حدا يزبطولون وضع إن شاء الله يعني لازم هني يعني بقى مسل حاجة إنه شو مدى لك مؤنوا دعم يعني إجبار يعني دعم شان يعني بتعرف هون وضعنا نحنا خط جبه يعني ما بتعرف بجوز بأي لحظة تطلع قذيفة تضرب طيارة نحنا بقى مسل حاجة إلهم يعني عرفت شلون لازم يعني إنه لازمون دعم دعم يعني بأي مجال؟ من أي مجال يعني نحنا في كذا شال بخصوص الإصعافات الأولية؟ هاي إجبارة لابد منه هاي طبعا بيفيد البلد كلها تعمل بيفيد البلد بيفيد مو بس البلد بيفيد عدد من القرى اللي حولينا بيفيد كويس كتير كتير بالنسبة لوضعه بالنسبة للوضع اللي كان موجود عم بيقوله هلأ بدي بدي سيب كير بدي 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 لغو أو ما بعرف كيف بغادة هاي الإفادة للمنطقة كلها ياته اي والله هي يعني بالنسبة للدعم لازم يكون فيه دعم ولازم الناس تساهم وتتبرع وإذا كان فيه مجال من الحكومي من غيره من غيره من كان يجينا دعم طبعا لازم الحكومي تقدم لأنه نحنا المنطقة هون معرضة للقصف ومنطقة مواجهة هذا هو لازم يكون لازم الحكومي تدعمنا بالنسبة لمركز تفتناز مركز تفتناز بيخدم رعاية لمدينة تفتناز وما حولها والمدينة فيها ثلاثين ألف نسمية ولازم أخيه يكون فيه عنا دعم للمركز الرعاية هلق نحنا إذا سكر مركز الرعاية يعني عنا عبء كتير إذا واحد تصاب هوني على خط الجبهة أو كذا أو شيء أو شياني بديطلع مشفى بالنيش العالم ما معه تاكل بالمؤاخذة لحتى تطلع على غير منطقة شو لازم تقدم الحكومي بخصوص المركز لازم تدعم الحكومي المركز بما أنه بيعطوا الدوة مجانية هوني والإسعافات كلية تمجانية هون نحنا أول الشي خط جبهة إذا شالوا الرعاية من تفتناز بنا نرقود على بنيش شالوا دفاع المدني شالوا سيارات الإسعاف هوني آليات ما عنا خبز ما عنا لحتى ناخده أبننا على المستشفى عبنيش لاش بدك تشيلوا حلام عليكم هذا المستشفى أضر من الأكل والشرب يا أخي لا تجيبونا لا أكل ولا شرب ولا مساعدات تركوا المستشفى في تفتناز المركز الصحي في تفتناز تركوه ما بنستغني عنه إذا طفل نجرح ما نروح عبنيش ما نروح عادليب يا هذا الحكي مرفوض لا غليته سيارة إسعاف لا غليته دفاع لا غليته شيء نحن نغط النار بينه وبين الجيش خمس كيلومتر ما بيصير لازم يتم عنا وموجود اللي نجرح طفل اللي نجرح ولد المرى كبيري بدنا نروح على المستوصف ما ما نقاع عبنيش وعادليب لما ما نروح عادليب بيكون مات الجريح يا حجي إذا فكرين عنا دعم هذا عنا دعم للأطفال وللناس اللي عبتولد بس أما للجرح المستوصف لازم بيتم شغال ما منا نروح معا نسئلات لك حق بان زين ما زوت ما منا نروح عبنيش ناخد ابنا والله أهميته كبير كتير ما بس الأهل البلديني حتى في عندها قرى مجاورة مثل كتيام مثل معارب مثل شلحة بيخدم اكتر من ضيعة بيبدك تحكي بالاربعين ألف نسمي وبتعرف أنت ما قطقتيني كما يقولون خط تماس مع العدو أي قضية في أي شغلة الجباري يجوه مركز التنازل الصحي حالياً ثلاثة شهور من الأربعة شهور ما عمنا نتقاضي نحن رواطيع مشتري كما يقولون شي رمزي للشعب هذا ليس مشي أموراً كان هناك أدوات تمشي للمركز حالياً صار فيه ضعف كثير من الإمكانيات ونحن بالأخير ما عمنا نتكلف الشعب أكثر من طاقت وشايف نتعرف الظروف عمور فيها من الناشد من أهل الخير يسعون فيها الأمر هذا أقل شي رواطب رمزياً نمشي حالنا فيها أقل شي تقدم مواد طبي نحن نشتري مواد طبي نشتري مواد طبي نزيد على الشعب المصروف الدواء الأبري حتى الأبري تكلفنا مصرات ورواتب لها الشباب كلنا 7-8 وظافين ما أنه المبلغ الكبير الحمد لله ألف دولار أو ألف دولار يمشي حال المركز ما أنه المبلغ المشفى الكبير طبعاً له أهمية كبيرة وخاصة للفقراء من الناس يدعم الناس كلها والفقراء الفقير بحاجة للمركز الصحي أكثر من غيره لشان الدواء ومشان كذا إن شاء الله ضروري يعني يكون في مركز صحي وفي دواء إن شاء الله والله الحكم إن شاء الله ما بتقصره بتقدم اللي بوسعة إن شاء الله وزيادة إن شاء الله ما بيقصره مثل أشو مثلاً بيقدم دعم؟ أدوية بيقدم أدوية للناس بيقدم الأشياء الأولية بيقدم مصاري مادة يعني كمان بيقدم دعم مادة كويس للمشفى بيجيب أدوية للناس وبيدعم الناس وخاصة للفقراء والذين يمون بحاجة بهذه الأدوية دكتور استمعنا إلى كلام الناس في تفتناز أغلب مطالب الناس هي أن يبقى المركز كما هو وأن يدعم المركز بشكل أكبر ويعني أن يكون هناك خدمات دائمة ما قولك عن هذا الكلام؟ أستاذ صالح نحن نقدر التخوفات الموجودة في ضم بين الأهالي أو عند الأهالي في بل التفتنازل حبيبة فكلنا يعرف أنها هي نقطة الرباط وكثير من النقاط التي ذكرت فيما يخص ممكن تعرض المدينة أو البلدة لقصف فلا فعليا فلا يوجد أو نقطة الخط الأول النقطة الأولى المتقدمة هي مركز التفتنازل الصحي فنحن نعايش هذا الواقع ونحن مع أهالينا يعني سنق المركز دكتور ونحن نفظه أن المركز مستمر ولن يتوقف المركز ولن توقف خدمات المواصد الرواب ستعود؟ بما يخص أخبرتك أستاذ صالح فيما يخص الرواب المركز هو لا الكادر في المركز ليس له رواب مخصصة وإنما هي كادر تطوعي الكادر يعمل بشكل تطوعي وتقوم وزارة الصحة بتأمين المنح المنح والحوافز نريد وعود لا يستطيع أحد أن يعمل بدون راتب كل الناس يجب أن تعمل لتعيش قولا واحدا فالمركز فيه منوبات الناس تتفرغ لهذا المركز نريد وعود بأن هذا المركز سيبقى فعال وبأن هذا المركز كل العناصر الموجودين فيه سينظر في أمرهم وينظر في أمر رواتبهم وتؤمن لهم ولو رواتب بسيطة كما كانت سابقا استاذ صالح المنح لم تتوقف للكادر توقفت منذ أربع شهور لم تتوقف المعلومة ليست دقيقة وفما يخص المركز بإذن الله المركز لن يتوقف وما يخص المنح والحوافز التي تقدم للكادر الوزارة تعمل على زيادة هذه المنح كما قلت لك الكادر الموجود في مركز تفتنازل وغيره من المراكز كمراكز كمركز كنصفرة وغيره تماما فهي كوادر تعتبر كوادر على ثغر وهي تعتبر كنقطة رباط دكتور محمد كلمة أخيرة ما هو الكلام الذي تريد قوله بالمجمل بالنسبة لمركز تفتنازل صحي الكامير الأخيرة هي طمعني لأهالي وطمعني لكوادرنا العمل مستمر في المركز والوزارة تعمل على حلول بديلة ورفع من سوية الخدمات المقدمة في المركز والرفع من الدعم المقدم للكوادر الاستمرارية والثبات نسأل الله عز وجل يعيننا ويعين القائمين على المصالح والخدمات العامة في المناطق المحررة على تقديمها على أمثل وجه نشكر جزيلا شكر دكتور ونتمنى أن نلقاد في حلقات قادمة بجلسة شكر مقدمة من أهل تفتناز في الحلقات القادمة ويكون الوضع قد أصبح أفضل وإن شاء الله تعالى نشكر سيد الصالح حياك الله وفي نهاية الحلقة لا يسعنا إلى أن نشكر دكتور محمد مستت مدير مديرية الرعاية الصحية شكرا جزيلا لك كتور شكرا لكم سيد صالح حياك الله وإياك وشكر الكبير لكم متابعين الكرام نلقاكم في حلقة قادمة وموضوع جديد حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته